الساعة الآن منتصف النهار والنصف وفي ظل الارتفاع المحسوس لدرجة الحرارة تخلو شوارع أضرار إلا من ممتحني شهادة الباكالوريا فعبد المالك عزاوي مترشح بمركز الامتحان متقنة شهيد حكومي العيد يتردد زهابا وإيابا إلى المنزل تحت أشيعة شمس حارقة طالب عزاوي عزاوي ممتحني شهادة الباكالوريا لأول مرة في متقنة شهيد حكومي العيد داخل التنوي مخسر والحمد لله ماشي كل أمور جيدة من ناحية البرودة وكل شيء الخالق لدينا حتى نخرج الخارج التنوي الخروج من امتحانة الفترة الصباحية والعودة مساء وفي وقت ذروة الحرارة ونقص سيارة الأجرة شكل هاجسا كبيرا للممتحنين واحد يعني كنروح يفتار ويرجع يعني زيما يعني بدارج الحرارة ومع التواكسة نقص ما كانش تواكسة ترعلينا سيلبا يعني بالنحية خطرش نحكمه طاكسي خطرش نروحه أبي في هاد السخانة هادي كيما أنا ندير ربع ساعة منا للدار سخانة بزاة يعني ما متبغي تحل بصح ما تركزش مع الحمان فلا خيال غير ظلال النخيل المجاورة للمركز لحين وصول من يقلهم أو المغادرة أنا كنا نخرجو سخانة وتكسر حمد لله نخيل شوية يضلل علينا الحمد لله رأينا نتعبو ونحضرو ونوجدو باش نلحق كل المراد نتعنا ونحق كل الهذف نتعنا وعلى وتر أمل النجاح يظل مترشحي البكالوريا بولايات الجنوب بين هاجس خوض غمار الامتحان وارتفاع درجة الحرارة لدخول الحرام الجامعي موسيقى